بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجازية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والتاني الإعدادي فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي إبتدائي عندي إعدادي إن شاء الله نهارده شباب لقناة مع طالبته وطالبات الصف الثالث السنة ومستمرين مع كتاب جيم للعام شين وتعال شين الوحدة تماني النهارده إن شاء الله نشتغل على تدريبات الفاقين اللي جاية عليها طيب يا مستر ما التدريبات دي محلولة أنت بتحلها ليه محلولة في آخر صفحة في الكتاب أقول لك لأن بعض زمالك طلبوا من مينا إن إحنا نقول لهم يا مستر هي الجمل دي خد لها إجابة كده ليه ونقول بيس مهمة عبرك الله طبعاً البداية بتاعتنا ده صفحة مية وأول جملة 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 فيها وهنكمل الترجمة بس بعد ما ناخد الاختيار لهو جايد جملة على بعضها معناها يقال أن الروايات اللي كتبها الكاتب الشاب يجب أن تكون مرشحة للجائزة الأولى وده هنا المعنى اللي استخدم الأساس هو كلمة كانديد من رغم أنت العادة أنت بتاخد الكنديد على الجماعة المرشحية في الانتخابات برضو هنا هو خدها بنفس الفكرة فكرة الترشيح ولكن إيه لجائزة إذنين بقول لها فيها مميزيون المانيجر إز إكسبيكتين لاج وجايف فراغ ذي سويك آفتر ري أوبنين دا مامي روم مامي روم اللي حبلت المميهوات طب هو حللها الجملة دي بكلمة كامباني معنى الجملة على بعضها مدير المتحف بيتوقع بيتوقع مزيد من الزائرين كلمة كامباني جاية بمعنى زائرين كم هائل من الزائرين طب ليه عام اللي يخلي الزائرين عددهم يزيد اللي أسبوع دي تحديدا بعد عارة افتتاح حجرة المميهوات يبقى دا تفسير الجملة واللي على أساسه خديه لاختيار كلمة كامباني طبعا كمان هيا مش جاية بمعنى شرك جملة العد لكن هنا في الجملة اللي جاية كلمة كامباني جاية معنى شرك بيقول في ثلاثة دي كامباني هاز اتسو جاية فراغين كيف طيب حلو واخد عندك اللي جاية كلمة بيز معنى الجملة الشركة مقرها الأساسي فين بالقاهرة لكن لها فروع فين في كل محافظات مصر فيها البعض بقول هنكمل ترجمة السباة بعد جدا طيب هو اخذ لها كلمة طيب انت عارف كلمة على انها قسم لا يا باشا حسب الجملة اللي قدامي كلمة معناها وزارة طب هات كده من الاول الترجمة طبقا للدستور لامريكي كلمة معناها دستور طبقا للدستور لامريكي فإن وزارة الشؤون اللي يقولوا عليها وزارة الخارجية ما لها مسئولة عن مسئولة عن المشكلات السياسية في العالم تمام كم سأقول لك بعد فترة من العناية والاهتمام بها في المنزل السيدة المسنة تم نقلها ماشي إلى مستشفى وبعد المستشفى نقلوها إلى دار للمسنين تحرك الشاشة بجوم رقم 6 هي عنوانها ويقول لك فيها حل هو أخذها إجابة أخذ لك كلمة الجون على بعضها معناها أن الفريق أكد تأهله للنهايات بعد ما فاز على الفريق المنافس في سبع وليك فيها إجزام ريزولتس أتروجة فراء واخذ لها إجابة هو واخذ لها كلمات مجر طب معنا الجملة بيقول إيه الخبراء يقولون أن نتاج الامتحانات ليست بالضرورة مقياس أو معيار حقيقي لقدرات الطالب لأن في بعض الطالبات فين إحنا ممكن نغيش صح طيب لو حسبنا بنتاج الامتحان يبقى هو طالب منتفقه طيب لك لما أجي أعمله مقابلة شخصية بعيد مقابلة شخصية بعيدة عن الأهواء تمام؟ بعيدة عن الأهواء يعني المقابلة الشخصية الحقيقية يتم تطبيق المعايير الأخلاقية فيها في الاختيار والصدق والمعيارية والدينة دي كلها ما فيش فعمه جمالات وإلا بقى بل معيارين ضيعين طيب نحرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم تمانية هي عنون الصفحة بتاعتنا بقول لك هو خدى بروفايل طيب إيه معنى الجملة على بعضها بقول لك الصفقة اللي تم عقدها مع الشركة الأمريكية المشهورة بالتأكيد تمام؟ هتحسن الصورة العالمية أو يبسط بها الصورة الزينية يعني تمام؟ في من ناحية العالمية في تسعة ولكن في أدالوك ايه هنا؟ واخد لها إيه إجابة؟ اوه واخد لها عندك إجابة بكلمة تاسك والله طيب ترجمتها على بعضها بقول لك الجرائد المحلية ما لها بتنتقد وبشكل كبير الوزير على الحادثة الفاضية اللي حاصل تم منع فيه الجملة عشرة برضو لها علاقة بالكلمات واخد لها إجابة هو كلمة معنى الجملة على بعضها أن الرجل الثري الرجل الغاني ده تمام؟ تمام كده؟ عمل البيزنس الكبير بتاعه ده على حساب صحيبه تمام كده؟ طيب نحرك الشاشة مرة كمان خلصت بقى مرحلة الفوكابلوري تعال نبدأ من جملة 11 لحد جملة 20 هنشتغل على القواعد برضو هو الحالة بس أنا أقولك هو حالة كده ليه تعال بقى ناخد الاختيارات واخد لها هو أذكيوم كلينار تمام؟ ايه معنى الجملة؟ البيت كله تم كنسه بمكناسة كهربائية تمام؟ حرف الجارة بتاع ما ينفعش معها لا باي ولا إن ولا فوق خلصت نروح لجملة رقم عشر ونخليها لزهرة قدامنا عشان تبقى بدأت صفحة جديدة كده تديك نوع منك أنت أنجزت شوية ومشيت في التدين بيقول فيها after the flood بعد الفيضان اللي حاصل ده ريفر النهر ما له بقى جاي الفراغ باي سيفرال ميترز باي سيفرال ميترز أمتار عديدة يعني تمام كده؟ أمتار عديدة طيب حلو خالص طب البحر حد رفعه النهر قصدي حد رفعه ريفر ما معناها نهر النهر حد رفعه لا ما حدش رفعه تمام؟ يقصد نسبة المية فيه يعني حد رفعها حد زودها طيب هو أخد روز إياله ماشي ماضي بسيط تمام؟ والجملة هنا ما فيش فيها بنقل المجهول لأن النهر ده ما حدش رفعه ده هو لما الفيضان جاء المية نزلت فيه هو زاد هو اللي زاد ما جايش حد يزوده طيب هاز رايزين دي مدارع تاني تمام كده؟ الجملة تدل على الماضي ما تزعلش يا سيدي اعتبر ان ده فلط اللي هي هنا هو تمثل قدامك النون معناها بعد حدوث الفيضان النهر زاد خلص ما هي ماضي بسيط برده مش هينفع مدارع تاني فيها زي رايزين هاد من رايزين دي فيها ماضي تم من المجهول الجملة اللي جدامك دي كلها على بعضيها فيش فيها من المجهول وعشان كده هاو خد لها ايه؟ خد لها روز لاني النهر هنا فاعل مش مفروض 13 anything that اي حاجة كزا هاكمل to us لنا must not be taken by us ماشي يجب قلق تخز بوسطتنا ايه يا عم الله ايه المعناها دي ايه الحاجة اللي نينا ما تتخدش بوسطتنا ايه doesn't belong to ماشي ودين له اخدها ايجابة طيب ايه معنى الجملة؟ معنى الجملة اي شيء لا يخصنا مش بتاعنا ما ينفعش ناخده طب ليه ما تخدش isn't belong to you يا ميستر خص يا سيلي الفعل belong من الافعال طبعا معنى ما يخص من الافعال اللي ما يفعش احط لها ينجي يبقى ما تقدرش ايجيب معاها فالبي توبيلي بالدستمرارية طيب ايه؟ اجيب عهد المطالع البسيط المنفي بيدزن طيب isn't belong to you الجملة مفيش فيها بناء المجهول hasn't been belong to you برضي الجملة مفيش فيها بناء المجهول عشان انت تأخد isn't belong to you ولا hasn't been belong to you هو اكتفى بايه؟ اكتفى بالمطالع البسيط المنفي doesn't belong اجابة في 13 طب 14 برضو هل حالة they made him هم جعلوا tell them يقول لهم everything طيب هي ايه؟ عايز بقى يعمل ايه هو؟ عايز البناء المجهول فيها هزين الجملة طيب بص يا سيلي خلي بالك من حاجة they made him tell them everything دي بترجع لقاعدة عندك اسمها cause of have cause of get اللي هي السببية have get لهم استخدام احنا مش بتكلم عن المجهول فيها هنا العتة دي في جملة اللي قدامك الجملة الاصلية اللي هي they made him دي هي جملة اكتف مش بسف جعلوا يخبرهم الحقيقة دي جملة اكتف مش بسف هقول لك انا ازاي يوزبو شوية بس عندك انت السياغات تانية لما جينا نشرح لك وزة فاقولنا لك ايه؟ ان من ضمن السياغاتها انها تستخدم لغاين دكاين يقول ان شخص ما جعل اخر يقوم بحاجة ايه؟ من اجله اه هي دي زي اللي هي فاعل وبعد كده made بمعنى جعله وادهم المفعول به بيجيب وراها فاعلة في المصدر بدونته دي هي السياغة الاكتب لما تيجي تحول made من اكتب الى passive ها؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضطر الجيب للفعل اللي وراها تقوم وبعدين تحطها في المصدر طيب مين السياغة اللي هو اخدها بالشكل ده واخد السياغة سي هو اخدها انا اخد الحل اللي هو اجيبه اهي؟ ماشي؟ طيب يا مستر كده فاهمنا الجملة بص يا سينا هي في الجملة الاولانية اهي اهي جملة اللي قدامك ده هي هي مفعول بي ايه مفعول بي اقول لك اه اقول لك ازاي؟ ارجع لها كده في جملة الاولانية تلاقيها اهم اهي اللي هي دي شايفها ااهم هين؟ ليه كان مفعول بيه في جملة الاولانية؟ لما جاء هو تطلعها في جملة البصل يبدأ بيها بتجي بقى هنا جاعدة مكان مين؟ مكان الفاعل بتاخد شكله لكنها ليس الفاعل المفعول بيه تمام؟ طيب هات بقى ذربتو في زمان الجملة جملة الدلع الماضي ايه بووز ماشي؟ طيب هات بقى تصيبتها بس الجملة لسه ما جاءش الفاعل الاصلي تروح تجيب دول فاعل الاصلي في المصدر عرفت انت هو اعملها كده ليه؟ اي حاجة غير كده ده بغلط اي حاجة غير كده ايه؟ هده بغلط بحنا كده شرحنا لك هو خدي ليه؟ تمام؟ طيب طيب ليه مسلا هاز ما نفعتش؟ لانها اكتب طيب ليه هاز بين مين ما نفعتش؟ لانها مضارع تام صحيح مبني المجهول لكن هنا في ماضي بسيط ده مش المضارع تام مش هينفق ليه بقى اجيبت ليه بقى هاف تولد انت؟ انت تلي موجودة اجيب لها ليه تو هاف؟ مش محتاجة ونرجعناك كده على سيجة بوحد زيجة حركنا الشاشة عشان غبنصرش اتبع العلم بتاعنا ولكن هو اعتبرة انو جينيس بواسط جينيس اللي معناها متقد الزكاء عبقر يعني بواسط ده معلمي يبقى هو اعتبرة انو انسان عالي الزكاة بواسط المعلمي طيب الجملا دي هنا هو في يا بناء المجهول اللي هي wash considered كده بناء المجهول البقي بتاعها الم Plaza بقى الاجتف بتاعها كان ايه؟ اها أصل الجملة دي ايه؟ اقول لك انا الجملة هنا هو بدأ من المفهول هو اعتبرة كده تم اعتباره انو متقد الزكاء بواسط المعلمي يبقى معلمي اعتبروا حد الزكاء المعلمين اعتبرو حد الزكاء هو حالي لها المعلمين هو الفاعل بدأ بيها الجملة هنا هو فيها ما دي بسيط خلاص يبقى خلي انت شيل البرب تو بي وهات من المفعول بي ارجع كده هتلاقي هنا هو مفعول بي خلاص هتها في وضع الطبيعي تباهم ودي جنيس خلاص هده الجملة ايه رجعت ايه اكتف طيب ليه بقى لو لم يفعل ده معناها ان دول مفعول بي لا باشا ده هم فاع يبقى هنا في غلبه هتنفعش حتة دي انت خليتها فيها ماضي مستمر مفيش ماضي مستمر الجملة ماضي بسيط عبقار يعتبره هو لا مفيش عبقار يعتبره هو بعد كده طبعا الجملة هنا هو التركيبة والصيغة بتاعتها غير سليمة وغير منطقية خلاص ايه شاطبنا عارف انت اخدي ليه تروح لستاشر طبعا هنشرح الاجابة اللي هو اخده ستاشر الاطفال ضحكوا من ايه الشحات العجوز الباسب بتاعها ايه من المفعول بي الال بيجر طيب من اللي قام بفعل الضحك الاطفال يبنا عايز هزن معنى ماشي هو هنا واخد الاجابة في الحرف دي الال بيجر تمام حلو وخالص ده الال بيجر المفعول بي بدأ بي طيب الجملة هنا هو ماضي بسيط بدليل كلمة دي بنتك جيب عشان تدل على الماضي ويجيب تصيف تد للفعل الاصي كده كده جاه طيب بتكمل بعد كده وخلص كده تحروحي سبعتارش طبعا دا مش متحقق في الباين لأ مش هو هنا شق الحرف الجر ات دي نقطة مهمة وهجوع غياب ات هنا فالجملة دي غلق مش مستمرة بعد سوف اتبعد نفس العلطة برضو ايه نفس العلطة هنا هو فيها هنا هو الماضي مستمرة لأ الجملة مش ماضي مستمرة لأ الجملة ماضي بسيط مبنى المجهول خلاص عملنا. سبعتاشر بيقول فيها الحرمية اللصوص دمروا حطموا ايتمز هنا كانوا بقول لك يعني حطموا حاجات كتير جدا كان في الحجرة حتى السجادة قطعوها الباس بتاع الجملة دي ايه? الباس بتاع الجملة في الحرف بي. هو اخذها اجابة. تعال نحطها احتها خط كده ونشرح. بص يا سيد الجملة اللي قدامك دي فيها اشياء تم التعامل معها بحاجتين مختلفين. اشياء تنفع تتدمر فكسروها. تمام? تمام كده? طيب. السجادة ما تتكسرش. السجادة تتقطع. يبقى انا عندي فعلين مختلفين جانبيهم نفس الاشخاص اللي هم الحرمية. الحرمية عملوا حاجتين. دمروا الحاجات تتدمر. كسروها الحاجة تكسر كسروها. بص يا السجادة ما ينفعش تكسر. راح عاملين لايه مع الطائرة. يبقى دول حاجتين مختلفين قام بيهم فعلوا واحد. ايه بقى ان اقول سيبرال ايتم زي المفعول في الجملة الاولانية. تمام كده? اللي هي من ايتمز هو عملها ايه? سيبرال ايتمز. خلاص? سيبرال ايتمز انزا روم وار ديسترويد. خلاص. استخدم ايه? المفعول في الجملة الاولانية اللي هو سيبرال ايتمز. واستخدم الفعل بتاعها اللي هو ديسترويد. تماما تماما تماما. خلصت الجملة دي? خلصت. الجملة التانية بتاعت السجاة ده. الجملة هنا هو فيها ماضي تامهي. فحافظ عليه. تمام كده? وده ايه لاصل. هاد بقى الجملة ايه? ليه ما نفعتش? سيبرال ايتمز تماما ديسترويد. اه ماشي? خلاص. اه هنا بيقولك ايه? اه 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 اشياء عديدة ديسترويد. حطمت. حطمت ايه? دي ما فيش فئة ابناء المجهوب غلق. طب نشوف تيرسي بقولك. اخد بالك مني تورن. تورن هنا بمعنى مزقها جطة يعني. هنا في غلطة في الجملة غلطة معنى اه اه تاخد بالك منها. اه 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 خلي بالك ان الاشياء اللي موجودة في الحجرة اتدمرت. لكن السجادة هي اللي اتقطعت. هو هنا هو. خلاهم كلهم اتقطعهم. السجادة والحاجات التانية. ابقى الغلطة هنا. برغم ان الجملة في الحرف سي. الجرامر بتاعها سليم. الجرامر بتاعها سليم. يعني اخدها جرامر كده. مما فيها السجادة. اشياء عديدة. الجرامر سليم جدا. لكن المشكلة في المعنى. المعنى ايه? المعنى اني. اللي تقطع السجادة. لكن الحاجات التانية ما تقطعتش تتحطمت. اتدمرت. كبه كده? الجملة برغم انها في الحرف سي. جرامر صح لكن المعنى غلط. ده يقول لك اننا لما بيشتغل الجرامر والمعنى مهمين جدا نتنم مع بعض. ما يبقاش صح واحد صح والتاني غلط. تعال نشوف الاختيار دي. الاختيار دي في مليون حاجة محتاجين يعني مثلا لما نقول ده سيفز وبعد كده نحن نجيب كومة ونجيب جملة اعتراضية او جملة فيها معلومة زيادة وبعد كده نعمل كومة ونكمل. المفروض ان انا لو حزفت الجملة دي اقرى اللي فاضل يبقاله معنى. ده سيفز او كاربت هات تورن الجملة ملهاش معنى. الحرمية ايضا سجادة اتمزعت. الجملة مش ماشية. لجرامر ولا حتى معنى. طيب. انهيك على اني اللي جوة ده سيفز الحرمية. المفروض ان الجملة دي بتدي معلومة عن السيفز. كونهم كونهم ماشي حطموا او كونهم اتحطموا سيفرال ايتمز في وجود مش محتاج بينج. يبقى الجملة فيها مجموعة اخطاء. يخليها كلها ما تمفعش. كده نلاقي ان الاختيار به هو الصحيح. نروح لطمانطاش طب. مهم اختاروا جابة بس نقول لك ايه صحيته ليه. طمانطاش قولة فيها. هو في حد رد على سؤالك. حد جاوبك يعني. تمام? ده برضو محلولة. طيب. انا نكمل بس. ده بس. المبنى للمجهول في السؤال ده. او حلو. ماشي واخد لها ايه اجابة هو واخد لها سي. قال لك هاز يور كوششن ببين انسورد. اه ده اسم مضارع تام مبنى للمجهول. ايه. هاز اني بادي انسور ديور كوششن. اخليها بناء المجهول. تمام? البناء المجهول بعمليه انا بحوط طبعا بمعينه ده سؤال. خلاص. بدل. هاز اني بادي انسور ديور كوششن هات المفعول بي. من المفعول بي? اللي هو يور كوششن. يبقى هاز قاعدة مكانها لانها بداية سؤال في المضارع التام. وديور كوششن هي. ودي بين عشان اكمل البناء للمجهول. جبتها دي الحاجة الزيادة. ودي انسورد الفعل والاصل. تمام? اي حاجة غير كده هتبقى غلط. لقور ديور كوششن هاز من انسورد سؤالك تم الرد عليها ديور كوششن. برضو ديور كوششن. برضو ديور كوششن. برضو ديور كوششن. هل انت رديت على سؤالك غير كلام خاص. غير كلام خاص. بالاضافة لانوها مش مبنية للمجهول. ايبقى برضو ايه? برضو غلط. نروح مع جملة رقم ساعتاشر. ويبيقول لي فيها جاهز نفسك للاسوأ ربنا عافية. طيب. بتاع الجملة ده هي ايه? اواخد اجابة عنك. اواخد لها الحرف بي. دي اسمها المبنى المجهول في صيغة المصدر. ده بيبقى واخد شكل مصدر من ده شايف. ليه? لانه هنا الجملة بدأ بفعل امر. يقول له جاهز نفسك. فهنا تلاقيها تحطاها فيه في صيغة ايه? اللي حاجة اسمها انفينتب. بسر المبنى المجهول في صيغة ايه? في صيغة المصدر. انفينتب ايه? تمام? طيب. يعني بربطه بيقو في شكل مصدر. دهورست شود بي بريبارد فور باي. يو. ايه ايه عمل مشكلة او بيقول له بريبارد. هو قال لك اجاب لها شود بي. جبت لها منتامنين شود. ما جابش شود انا. او مش بدي له نصيحة. تمام? طيب. فور دهورست للاسوأ بريباريشن شود بي ميت باي يو. ما فيش تصيغة للاسوأ. بريباريشن التجهيز يجب ان او مش بيقول له. مش بيقول له نصيحة عشان يقول له شود. ولا واحدة من الاختيارات الثلاثة. لا طبعا هي فيهم من الاختيارات الثلاثة وله هي واحدة. يجب تجهيزة ايه او يجب ان تستعد لي او انت تستعد طبعا هنا الكلمة العربية طلعت يجب لكنها في الانجليش عندي انت تستعد او جاهز نفسك لي لي الاسوأ. ربنا عافية طبعا. طبعا عشان يقول لك فيها. بليز شوت د دور and go to ستيب. لو سمحت تقفل الباب وروحنا. طبعا تسوط ابو الباسيف. الباسيف المناسب. الجملة اللي قدام اللي هي ايه? اللي هي يو او ريكوستد تو شوت د دور and go ستيب. ليه? لان ما هو بقول له بليز من فضلك ده اسمه عشان تحول الى باسيف تعمله بالشكل ده. انت بيطلب منه ما ريكوست. انت بيطلب منك هنا ما بناء المجهول. وشد دور انك انت تكفل الباب وتروح تناء. طب هنا هو عاطف الفعل جوه جففه المصدر على شط. ده مصدر وده مصدر. يبقى شط مصدر يبقى زيه مصدر عشان ايه? عشان اي صغر كده شباب هتبقى غير سليمة وده اللي خلاها خدي. كده شباب بيكون انتهى. الادفانسد اند اوبن جين اكسرسايز ازا كان جايب على راحة التمانية. لكن تتابعتنا معك لانت انتهي بعد ان شانط ازلنا في المزيد. مع معلم خبير اللون زيه نسلو سعي ازاة السلعة ومراحبا اشتركوا.